ده اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم بالمناسبة فيه جانب كبير جداً إحنا بنعمل إيه بقى؟ إحنا بدأنا نشتغل على حاجة اسمها تصدير العملة الصعبة ودي حاجة مش حالوة يعني ده التصدير الوحيد اللي وحش اللي هو إيه؟ إن أنت يبقى فيه عندك أهم كده بتاع تعليم الجامعة بتاع العيال زمان لما تم إنشاء الجامعات المدنية في مصر ما كانش ده أهم تقيل على الأسر المصرية نتيجة أسباب كتيرة جداً مش دي القصة ونتيجة تقريباً نفس الأسباب حصل شكل من أشكال فقدان البصلة لدى التعليم فيه جامعات أو بعض الجامعات عندنا أصبحت أسر كتير جداً بتقعد تفكر إزاي تحوش مبلغ يبعثوا بيه العيال بلاد برة يعني هضراب لك مثل مثل مرة حتطلوكو ناليا ابن أختي بيتعلم في جامعة في فرنسا الجامعات في فرنسا عملياً ببلاش يعني أنت بتدفع فيها مصروفات كده زي المصاريف الإدارية زي اللي عندنا في مصر حلو؟ ما هيش نفس المبلغ بس المبلغ ما هواش بعيد عنه لكن بالتأكيد هذا الشاب اللطيف البش مهندس حمزة وبيدرس هندسة هندسة الطيران البش مهندس حمزة ده راجل هيعد في قوضة جامعية دي بفلوس هيكل وهيشرب وهيلبس وهيشتري مهمات الدراسة والأقلام والأحبار والحاجات والمحتاجات ما هيديه فلوس فيبقى أبوه وأمه يعانوا الأمرين علشان يحوشوا مبلغ وبعدين يحولوا ليورو علشان هندسة حمزة طيب يا سلام سلم لما يبقى عندي جامعات زي الجامعات بتاع البلاد بره وما نضطرش ساعتها نصدر العملة الصعبة دي بره لا نحتفظ بها كده جواب بلادنا هتنفعنا في حاجات مهمة وكويسة وعظيمة طيب ده معناه انه أنا يبقى في عندي تعليم جامعي أنا ما عنديش عقدة خواجه يعني مش مثلا إيه عايزين نفتح فرع جامعة أكسفرد في مصر مش بالضرور لكن أقدر انه أنا أحول جامعة زويل إنها تبقى منافس خدتلي بالك أقدر أحول جامعة الجلالة وجامعة العالمين وجامعة المنصورة الجديدة تبقى منافس جامعة القاهرة وعين شمس وقسيوت والمنصورة جامعة المنصورة بتاعت زمان بقى مش جامعة المنصورة الجديدة مش الجامعة الأهلية تبقى منافس جامعة قناة السويس وجامعة جنوب الودي مش عاوز أنسى جامعات يعني تبقى منافس منافس حقيقي منافس حقيقي مش منافس في الأسعار مش ان احنا هنعلم اه هندي لك شهادة والشهادة حلوة وتاخد بكاللوس الهندسة بس هتدفع فلوس اقل من برة ولا تاخد بكاللوس الطب ولا لسانس الحقوق ولا لا 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 منافس يعني منافس يعني تبقى الجامعة بتاعاتنا كده يقول لك الجامعة عليها اسم وسيط والسمعة علمية كبيرة الجامعات دي علشان تحصل على ده زي اوكسفورد ولا كيمبريج ولا امبيريال كالج ولا ييل ولا ستانفورد ولا هارفرد ولا ام اي تي ولا كالتك خدت عشرات بالمئات السنين في بعض الاحوال يعني جامعة زي اوكسفورد تقريبا عمرها الف ومئة سنة واخبالك احنا هناخد قد ايه عمر سنين مدة نقدر نختصر المدد لو احنا اشتغلنا بالمزبوط جدا قوي خالص عقول مصر حدس ولا حرج عندنا احسن ناس بتشتغل في الاتصالات وفي الروباطيكس وفي الانكريبشن ده لو انا بكلمك على تخصصات هندسية وتقنية تكنولوجي يعني عندنا احسن دكاترة واطباء وجراحين كذا الحياة بالمناسبة الطبيب المصري من اكتر اطباء العالم طلبا في المملكة المتحدة في بريطانيا من اكتر اطباء العالم طلبا مش بس بقولك بقى في وطن العربي وبرا مخ فانا ما عنديش مشكلة عقول وازهان انا عايز بقى ازاي اعرف اعمل التربيط والتناغم ما بين العقول والازهان والعملية التعليمية ومدد الدراسة وطريقة الدراسة وشكل المنهج وكتبته وزاي عرف احصل على الاعتمادات الدولية من كل حتة مش بس مش بس خد بالك مش بس للمرة التالتة ان انا بمضي بروتوكولات التعاون المشترك ما بيني وبين جماعات اخرى مش بس ان انا هاخد شهادة من جامعة يوسف زائد جامعة كذا كذا اللي في امريكا ولا جامعة كيت كيت اللي في انجلترا ابقى مكافئ مناظر منافس ليهم اخد بالك من معنى الكلام هنا مش هتصدر عملة صعبة الاهم من مسألة تصدير العملة الصعبة دي الاهم ان انت ولادك بيتعلموا عندك انت بقى هنا مش هتصادف ولا هتصطدم بالمشاكل بتاعت العيالة لما تسافر برة هتتعرف على ثقافات عاملة ازاي عادات وتقاليد اجتماعية عاملة ازاي ومتغيرات اخلاقية عاملة ازاي واللي زي ده وقد يكون اهم هو ان انت بتخلق نهضة بحث علمي حقيقية في البلاد توصلنا لمسألة الاقتصاد المعرفي اللي كان بيتكلم عليها ازمانا الشريف فؤاد ولي كان بيتكلم عليها دكتور محمود عبد الربو واللي بيتكلم عليها كل من هو مهتم بمسألة البحث العلمي في مصر بحث علمي يعني جامعة جامعة بحث علمي يعني ايه؟ يعني جامعة بحث علمي يعني مراكز بحسية طب هو قطاع الخاص لقلقب ده؟ اه يعني يعمل جامعات؟ لا لا وش كده يعني يرعى البحث العلمي في الجامعات هو انت فاكر انه لما بيبقى فيه عالم كبير بيعمل ابحاث في الجامعة الفلانية ولا المعهد الترتاني بيبقى فلان فلان يشاري المعهد ولا الجامعة؟ هو بيرعى ابحاث هذا العالم يعني لو افترضنا جدلا وده طبعا مش واقع ان انا عالم في مجال اي حاجة طب اعمل ابحاث في كذا فبتلاقي ان فيه مؤسسة اقتصادية صناعية مهمة جدا جاية بتقول احنا هنصرف على ابحاث يوسف عشان يخترع لنا مقشرة التين الشوكي سبنا من الهزار انا بكلمك بجد بقى عشان هيعمل لنا الساروخ اللي هيطور لنا في محركات النفاسة بدل ما تستهلك بنزين كتير جدا وتلوس الجو انت عارف الجو فيه 45 مليون رحلة طيارات سنوية ده بيلوس بشدة بالمناسبة بان احنا مقودة على المقبلين انا اسف على قمة المناخ عندنا في نوفمبر في شعر مشريخ فالابحاث اللي شغل العالم ازاي يقدر اطور محركات النفاسة عشان تقلل استهلاك الوقود طب هنشغلها بالكهرباء طب وهو ساعتها احتاج كم بطارية طب الوزن بتاع الطيارة طب هيحصل ايه درجة ان انا انا كنت علمي او كل حاجة بس ما دخلتش كلها يعني دخلت اقتصاد بدلت افكر هو ازاي نقدر نستغل البطاريات ونحطها في الطيارة بس مش عشان تدور المحرك لكن عشان اشغل بيها مغناطيس كهرابي يخلق لي مجال فقدر اعمل بي حالة دوران او روتيشن يؤدي الى تدوير المحرك حدوتة كده قاعد عملاقرة فيها على قد اللي انا فكره من قام السنوية العام لكن مش دي القصة مين اللي بيصرف على الارحاس دي مصانع صناعيين رجال اعمال شركات ضخمة مؤسسات هل ده بيحصل عندنا لا بيحصل في اطار تاني بقى اللي هو التعليم الفني الجديد المدارس الفني الجديد اللي تعملت انا عايزو يحصل على نطاق اوسع جوه الجامعات